شاهد الدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أوبريت العالم عالمين ذلك بحضور عمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من قيادات الشركة ذلك على المصرح الروماني بالمدينة التراثية في العالمين الجديدة حيث أثنى وزير الثقافة على العرض والرسائل الإيجابية التي يحملها كما أثنى على أبطاله كما أيضا حثهم على التمسك بحلمهم والسعي من أجل تحقيقه ووجه الوزير بعرض الأبرات ضمن فعاليات وزارة الثقافة الصيفية بعدد من المحافظات ذلك للتعريف بحجم الإنجاز الذي تحقق بمدينة العالمين الجديدة